السلام عليكم. إن شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومبروك العواشر. الله يدخل عليكم الصحة والسلامة يا ربي إن شاء الله. أريد أن نشارك معكم هاد نهار وصفة ديال الشوربة اللي قد نقدموها في رمضان. يعني ستفيدنا بثاف. هي عبارة عن شوربة بالشامبينيون وبدجج. شرائح الدجاج. كما تشوفوا أنا قدمتها مع هاد الخبيزة ديال الطوست اللي محمرين في الفران. وين بعدو نعطيكم الوصفة كاملة ديال هاد الخبز. أول حاجة كان بدأوا بها اللي تحضير هاد الاسوب. كان شحروا البصلة في الزيت الزيتون. واحد الكيمياء ديال الزيت البلدية. أولا تقدروا تستعملوا خالط من زيت الزيتون والزيت نباتية. كان شد واحد الكيمياء ديال السكالوب دوبولي أو شرائح الدجاج. كان شد واحد الكيمياء ديال الزيتون والميمتون. نباتية كل شيء فوق النار كي يشحر. نضيف الجزر نضيف كمية للشامبينيون نضيف جزر نضيف كمية للشامبينيون نضيف جزر نضيف جزر نضيف جزر نضيف جزر نضيف جزر نضيف جزر اضيف الجزر نضيف مالخدة يضيف جزر اضيف الجزر نضيف الخلف والملح كما تشاهدون هنا سكينجبير طري يعني بلا ما نزيدو سكينجبير بودغ وهنا قدرتو حدامة ديال البناد الخضر اللي كتبقى اختيارية وكننخليو هدك شي كيتب على نار مهيلة وهنا طريقة ديال التوست هاد الخبز هاد الصغير هاد كان عندي هاد الشكل اللي عندكم هادك المربح هاده هو مزيان هنا درس التوما مع المعدنوس والقصبر كانوا عندي متحونين وستعليهم الزيت البلدية وشوية المليحة وكان نديرهم بفوق هادك الخبز ونبعد نرشهم بالخوماج غابي وقد ندخلهم الفرانيز حمروغي شوية كما تشاهدون هنا الخبزة وثومة ونضع المعدنوس وازيت البلدية قمت ونضغر الناس ونضغر الفرانيز حمروغي شوية ونخرجهم بعد تبس الخضراء والسكالوب دوبولي نضيف نصف كاس الكرام كرام فخش نضيف نصف كما نضيف نصف كمية الكبيرة لان هذه الفروماج تأتي من خلال شربة واحد تعليكة زوينة المهم الدراريك يحمقوا على هاد هاد الاسوب نتمنى انكم نجربوها وتقدموها لوليداتكم في شهر رمضان ان شاء الله اللي يدخلوا علي نوع لكم الصحة والعافية ان شاء الله يا ربي وكانت هدي الوصفة ديال هاد نهار اللي اقترحتها لكم نتمنى انها تعجبكم وإلى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وشكرا على اللي كومنتر اللي كتخليوا لي ونقولكم مع السلامة وإلى وصفات أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة